المسرح أحلى ولا السينما؟ المسرح أحلى ولا درامة التلفزيون؟ هو كما يقولون ودي حقيقة فعلاً يعني المسرح أبو الفنون بشكل عام يعني هذه اللحظة السحرية اللي المؤسسة اللي يوقف فيها على المسرح والمتفرجين موجودين دي لحظة لا تقدر بثمن لأن لو إحنا بنعمل مسلسل المسلسل ده حيتحط بنصوره وبعين نخش في مراحل المونتاج والمجساج وكذا 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 وبنستنى أهم طرف اللي هو الطرف المهم اللي هو المتفرج المتفرج هو الطرف الأهم في العملية الفنية اللي هو اللي بيحكم على خيمة هذا المنتج إذا كان هذا المنتج منتج جيد أو غير جيد طب ما بالك بقى أن الطرف الأهم موجود الجمهور فأنت بتاخد حقك كاملاً بلا مواربة وبلا مجاملة وبلا أي شبهة وبلا أي حاجة هذا السوكسي الأخير اللي الممثل بياخده في نهاية المسرحية هو التعبير الحقيقي عن مدى إيجادة هذا الممثل لضره وبيعمله فعشان كده تلاقي المسرح شيء عظيم جداً وحتلاقي أنا أعتقد وأزعم أن عظام الممثلين على مستوى العالم جميعاً هم ممثلين مسرح سير أنترو هوبكينز ممثل مسرح روبر دينيرو ممثل مسرح عبدالله غيس ممثل مسرح محمد وفيق لبيل حلفاوي توفيق عبد الحميد عد 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 كتير جداً جداً أحمد زاكي كلهم كله كله لأ المسرح ليه زخم ليه زخم وليه أنا بحب المسرح بس هو أظن فيه رهبة لأنه زي ما فيها استحسان الجمهور قد يكون فيها استياء ودي حاجة مخيفة ما هو عشان كده عشان كده وجود الطرف وجود المتفرج قدامك اللي هو الحكم يعني الحكم في هذه المباراة الفنية هو المتفرج أنت بتعمل كل يعني إحنا بنعمل يعني إحنا يهمنا دلوقتي أن هذا اللقاء اللي بنعمله أنا وحضرتك أنه يلقى استحسان عند السادة الجمهور فهو المسرح كده فده البدوضي الخطورة على فكرة عشان كده المسرح وان شوت لا إعادة يعني لو بصور مشهد أنا وزميل أو أنا وزميلة أو أنا غلط أو أنا ما كنتش كويس ممكن نعيد المشهد تاني مرة واثنين وثلاثة واربعة إنما المسرح لا المسرح وان شوت من فتح السطارة إلى إغلاق السطارة وان شوت وعلى الممثل أن يكون في كامل لياقات التركيزية لازي يكون مركز كويس أوي 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 من أولا بيخش بالكلوس لحد ما يخرج فدي خطورة وجمال المسرح في نفس الوقت فهو مخيف لكن أنا دايما كنت أعد أبص على الممثلين المسرح بحديدا باعتبارهم دايما وأنا كده مش منحز ولا حاجة هو لأن أنا مش مصرحي خالص أصلا دخلت أعدادي هندسة بس أسقط ما كملتش أنه ممثل المسرح دايما هو غول التمثيل بيعرف يعمل أي حاجة يعني دايما حتى في مناقشات مع بعض الأصدقاء ومش عام فيهم يجي نلاحظ أنه ده الممثل ده عنده لياقة بدنية عالية بقولهم لأنه بدأ مصرح ده الممثل ده مش عام إيه بدأ مصرح ممثلين المصرح قدراتهم مع حبي وتأديري للكل بس قدراتهم أعلى أستاذ ده كرم مطاوع كان ليه حظ في الماعدة اللي عالفهم المصرحية أن أستاذ ده في عيدي كان الأستاذ كرم مطاوع فالأستاذ كرم مطاوع ليه مقولة مهمة جدا بيسألوه أن ممثل المصرح لا يصلح أن يكون أنه يقف قدام كاميرا لأنه بقى أوفر فقال لهم لا ممثل المصرح مش أوفر ممثل المصرح عنده المقدرة على أنه يتحكم في انفعاله يعني لما يكون بمثل قدام كاميرا أنا ممكن ببصها واحدة بس أقول لأنا عاوز أقوله يعني من المنطقة دي أقول لأنا عاوز أقوله في المصرح لا في المصرح في وسائل تعبير أخرى الممثل بقى يجب أنه يفرق ما بين اللونج شوت بتاع المصرح أنت في المصرح فتحة البورسين يمديك بيرة جدا وأنت طول الوقت في لونج شوت طول الوقت المخرج أحيانا عاوز يأخذ كلوز عليك فيحط عليك بقع الدوق ياخدك في الأفانسين شوية إنما في النهاية ما فيش أحجام هو حجم واحد فقط في المصرح اللي هو اللونج شوت فأنت لازل تبقى واعي وإنت بتمثل قدام كاميرا غيرا ما يكون بتمثل في المصرح غيرا ما يكون وقف قدام مايك إذاعة في كل الأحوال أنت عليك أنك تكون مدرك للطولز بتاعتك تبقى عاملة إزاي أنك تطوع نفسك لخدمة الميديا اللي أنت بتشتغل فيها فهو أستاذ ده محمود ياسين خارج المصرح القومي محمد وفيق خارج المصرح القومي نبيل الحلفاوي عبدالله غيس عدلك أسماء عبدالرحم الله عدلك أسماء كتير جدا يشار لها بالبنان ويشتغلوا سينما كويس قوي ويشتغلوا الفيديو كويس قوي ويشتغلوا مصرح كويس قوي لا المصرح المصرح هو يعني سميه بقى هو البوتقة اللي بتنصهر فيها كل أدوات الممثل علشان تصنع في نهاية ممثل جيد أو ممثل كويس